صلاة المسافر بالطائرة بطمعنينة وبراحة وبخشوع واضح فأفترض مثلا شخص سافر الساعة العاشرة صباحا أو الحادية عاشرة صباحا مثلا ويعتقد بأنه سيصل الساعة الخامسة عصرا أو السادسة مثلا إلى البلد الذي سافر إليه فأرى له بأن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى البلد الذي سافر إليه ويصلي جمعا وقصرا الظهر ركعتين والعاصر ركعتين يجمعهما في البلد الذي سافر إليه أمر الثاني إذا اعتقد المصلي أو غلب على ظنه بأنه لو أخر الصلاة سيدخل وقت الليل بالنسبة له إذا كانت الصلاة نهارية أو سيطلع الفجر إذا كانت الصلاة ليلية فإنه يصلي في الطائرة ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة حتى يفوت وقت الصلاة ومعلوم بأن المسافر يرخص له في الجمع والقصر يجمع بين الظهر والعاصر ويقصر الرباعية الظهر ركعتين والعاصر ركعتين ويجمع بين المغرب والعشاء ويقصر الرباعية اللي هي صلاة العشاء ولذلك إذا غلب على ظنه أو تيقن والآن أغلب الناس يتيقنون يعرفون موعد الوصول ويقول بأنه لو ما صليت الآن الظهر والعاصر بيدخل علي وقت المغرب وأنا ما وصلت لو ما صليت المغرب والعشاء بيطلع علي الصبح وأنا ما صليت لو ما صليت الفجر بيطلع علي تطلع علي الشمس وأنا ما صليت نقول له يجب عليك أن تصلي في الطائرة طيب المسألة الثالثة كيف يصلي في الطائرة يجب عليها أن يتوضأ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن نعم يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية ويقول عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه لا صلاة لمن لم يتطهر هذا معنى الحديث لا صلاة لمن لم يتطهر ومن أحدث لا بد أن يتوضأ حتى يدخل في الصلاة الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولذلك النبي سلم كان يتوضأ أمام الصحابة ويعلمهم صلى الله عليه وسلم طيب المسألة التي بعدها بارك الله فيك يجب على المسافر إذا كان مستطيعا على القيام أن يصلي قائما ولا يجوز له أن يصلي على الكرسي مباشرة جالسا وهو قادر على القيام إذا سألتني كيف يصلي قائما أولا يستأذن المسؤول عن الطائرة في يعني الترخيص له في الصلاة في الخلف مثلا أو في الأمام توجد أماكن في الطائرة كثيرة يستطيع أن يصلي قائما فإن أذن له الحمد لله يصلي في هذه الأماكن أو يكون هو في درجة من درجات الطائرة اللي يكون المكان فيها واسع ولله الحمد يصلي قائما يصلي ويركع كأنه على الأرض هذه المسألة الأخرى المسألة التي بعدها إذا كان لا يستطيع القيام في الطائرة سواء يعني عدم استطاعة حقيقية أو حكمية مثلا ما يستطيع القيام وهو الطائرة صغيرة الكراسي ضيقة ما يوجد مكان منع مثلا قلاله ممنوع ولا يستطيع القيام حتى وله يعني على الكرسي يصلي قاعدا وذلك لما جاء في الصيم حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم ولذلك يصلي أولا يتجه إلى القبلة إن استطع وإن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليها لقول الله تعالى أينما تول فأينما تول فثم وجه الله أينما تول فثم وجه الله الأمر الآخر بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الركوع والسجود فيصلي قاعدا يقول الله أكبر ثم يركع يومئ برأسه ويحني ظهره شيئا يسيرا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم أيضا يومئ برأسه ويحني ظهره أقل مما من السابق ويصلي بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك هذا هو ترتيب الصلاة في الطائرة باختصار وليس باستطراد ويعني تفصيل وإنما هو باختصار لأن المقام مقام يعني جواب على يعني بشكل عاجي وسريع فأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة ترجمة نانسي قنقر